ناقش وزير الزراعة والريوة الثروة السماكية لواء سلم السقطري تدعية القرار الوزاري المتعلق بمنع إقامة وإنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك وأكد الوزير السقطري خلال لقاه ملاك المصانع الخاصة لطحن الأسماك في بلدنا أكد أن الاستنزافة المفرط للثروة السماكية انعكست بظلالها على أداء القطاع السماكي في البلاد وأدى إلى ضعف الإنتاج السماكي وأصبح لا يفي باحتياجات الأسواق المحلية ونتج عنه ارتفاع متزايد في أسعار الأسماك مرحبا بأي استثمارات سماكية شريطة الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية الهدف لتنظيم عملية الاستياد والاستثمار في القطاع السماكي